السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا درس مهم جدا لمعرفة تحديد نوع المعالج. يعني ايه الكلام ده يعني اي تليفون يجي لك. لازم تحدد نوع المعالج بتاعه ايه. ان كان كوالكم ان كان ميديا تيك ان كان معالج كيرن. عشان بعد كده تقدر تستخدم اي اداة يبقى انت عارف انت بتستخدم ايه. مش جيلك جهاز مثلا كوالكم وهو اصلا ميديا تيك في الاخر او العكس صحيح يبقى اه ميديا تيك وهو كوالكم. طب حين المشكلة دي ازاي? واعرف المعالج بتاع الجهاز ازاي? بطريقة سهلة جدا وده اللي هنشوفه في الشرح. اللي عايزه منك لو انت اول مرة تخش القناة ما تنساش تدعمه باشتراك في القناة وادفعل زر الجرس واعمل اصحابك عشان غيرك استفاد. وتنساش تدعم لو عجبك الفيديو. اول حاجة عشان نبقى عارفين لازم تبقى منزل ويندوز كويس زي مسلا انا شغال على ده موجود عندكم في القناة باسم كمبيوتر محمد اتنين او تابتوا على كده. اه محمد اه كمبيوتر محمد اتنين هتلاقي ويندوز انا شرحه. بس الرابط بتاعه اه هتلاقي اسفل فيديو على ميديا فاير. بس هتنزل نسخة اربعة وستين. هكنت شارح اه شرحت النسخة يعني اللي هي اه نوة اتنين وتلاتين. لا هخليك تنزل بقى اربعة وستين زي ما نعمن نزل اربعة وستين كده. هما تيجي تنزل النسخة. ننزبها لك اه اسفل الفيديو. اللي هي اسفل فيديو الفيديو يعني يعني. لانا شرحوا. اه تبدأ بعد كده بعد ما تنزلها هيزهر لك اه انزمة كتير هتنزل نسخة اول نسخة اربعة وستين هي بروفيشنا. زي ما انا بنزلها كده. النسخة دي بتشغل جميع الادوات ومفاشأ اي مشاكل. وشرحت ازاي تحل مشاكل التعريفات موجودة عندكم برضو في القناة. يبقى انت كده هتنزل ويندوز كويس. سبت التعريفات كلها اللي انت محتاجها عالكمبيوتر معالفات اه التعريفات كلها اللي هي قصة باجهزة الاندرويد يبقى انت كده تمام التمام. طب اعرف المعالج بعد كده ازاي تعال نشوف مع بعض. اول حاجة اه طريقة اللي احنا ممكن اه من خلال برنامج كنت شرحته قبل كده اللي انت هتوصل الجهاز وهو مغلق. فيه اجهزة بتوصل الجهاز وهو مغلق بيقرأ معك. وفيه اجهزة بتضغط على زر تعالية الصوت وبيقرأ معك. يعني بقرأ التعريف يعني. وفيه اجهزة بتضغط على زر تعالية الصوت وخفض الصوت. بيقرأ معك. بيقرأ معك مسلا اا انا هم معالجة دي. اه او زر خفض الصوت وتوصل كابل اي وهو مغلق برضو بيقرأ معك اه تعريف بتاع الجهاز. طب فيه برضو طريقة تانية 後 عن طريقة، لو وصلت الجهاز تست بوينت بيقرأ معك برضو تعريف كرين تمام اللي هو تمام طب التعريفات برضو زر تعالية الصوت وخفض الصوت والجهاز مغلق. بس فيه بعض الأجهزة بيمكن تخش على الركافر وتضغط على بي اي ار اللي هي الكلمة الانجليزية اللي تحت في اسفل القيمة بي اي ار الاصدار هتضغط عليه تلات مرات بس تكون موصل كابل يوسي بي في الحالة دي لازم تكون موصل كابل يوسي بي عشان اجي لك ريسالة هتدها اوكي با انت كده خلاص دخلت الجهاز آآ في وضع الكوالكوم تمام بعد كده عن طريق اي اداة او انت مشغل اداة او عن طريق التعريف مسلا خاص اللي هو بتاع الويندوز اهو لو دخلنا هنا مسلا كده في قيمة دي قيمة التعريفات وعايزين نتأكد دلوقتي مع انا جهاز اهو مسلا كوالكوم مسلا نجرب عليه ازاي اعرف الجهاز ارى معي ايه خدوا بالكو كده بافتح القيمة دي اهي شايفين قيمة دي ده تعريف انا اشغل عليه على طول اللي هو خاص بالجهاز ده من غير برامج ولا اي حاجة انا حتى معظم شرحاتي بشرح ازاي تعرف المعالج قبل مشرح آآ طريقة فك الجهاز تمام آآ بنوصل الجهاز هو مغلق او نوصل آآ الجهاز فوضع الريكافري وندغط على لو كوالكوم على حسب الجهاز او على حسب يظهر حتى اجهزة الشووم برضو تستيبوينت نفس الكلام او زر تعليصة وخفض الصوت او الجهاز هو مغلق يعني كزا اختيار عشان الجهاز يبوت معك بس في الحالة اقتريت الحالات يعني لازم الجهاز هو مغلق تمام يوم احنا متفقين في الحالة دي تمام نوصل الجهاز اللي معنا نوصل خدوا بالكو كده احنا كده وصلنا الجهاز خدوا بالكو كده ظهر تعريف او او لو ضغطنا هنا انا طبعا مسابة التعريفات طب افترضنا فيه تعريف كان عند نوصل يظهر لك من المسلة صلاة صفر يعني هيظهر التعريف ده بس مش ليه اسم بقى المسلة صلاة صفر وانت كده اتعا الجهاز انت مش معرف التعريفات بتاعة تتحول تعرف او تعمل كليك مين كده في وندوز عشرة وتعمل احيان بيعمل اه تحديث للاه بيجيب لك التعريف اوتوماتيك تمام في وندوز عشرة بالزيت اه اللي هيقول لها اشغل على وندوز سيفن اقول لك منصعكش بيه عشان اصلا الدعم بتاع وقف خليك في وندوز عشرة اربعة وستين ما فاش اي مشاكل هي بروفيشنال تمام اه خدوا بالكم كده ظهر معي كوالكم طب انا برضو عايز اعرف طريقة تانية ممكن كل الناس عارفات طريقة دي يبقى احنا كده عارفنا اي جهاز هتوصله هيقرأ معاك هتسمع صوت اليو اس بي ويفضل يبقى عندك سماعات عشان تسمع صوت التوصيل اه الجهاز اسناء توصيله يعني انا لما وصل الجهاز بيعمل صوت عالكمبيوتر فبحدد برضو اللي فيه حاجة اه عمل اشتغلت عندي عالكمبيوتر او اتصلت عالكمبيوتر في الحالة دي بتاجي على التعريفات مباشرة وافتح القايمة دي وكده وبعد كده هيظهر هيظهر للتعريف هنا تمام اه طب في طريقة تانية في ادى انا شرحتها قبل كده بتاعت فريق اه كان عامل ادى مساحتها مش كبيرة من واحد ميجا بتعمل كليك مين هسيب لك الرابط بتاع الفيديو بتاعها اسفل الفيديو كليك مين عليها كلا وتشغيل كمسئول اهو بتفتح لك القايمة البسيطة دي اللي انت بتعمله بتضغط على الكلمة دي شايفين اهو لو ضغطنا هنا هيدخلك على الموقع بتاع الفريق طبعا هو الموقع هو كان نزل اخر اصدار تمام اه فمش هتلاق اصدارات تانية تمام عشان الناس برضو ما تجربش اه لو في حاطين في دماغهم لو في اصدارات تانية او تحديث للاداية لا هو ده التحديث تمام الاداة اللي انت تعمله في الليلة دي كلها اللي انت مش هتعملها ايا حاجة فيها غيرها تشغالها كمسئول هتسيبها كده يعني انا هاي هنجرب تاني اهو كليك مين عليها وتشغيل كمسئول حبيت تخش على الموقع بتاعهم تستفاد برضو ما فيش مشكلة تمام انا دلوقتي هاوصل الجهاز ازاي نفس الكلام برضو اهو لازم تفتح الاداة الاول لازم تفتح الاداة الاول وتوصل الجهاز وهو مغلق هنجرب تاني خدوا بالكو ارى معايا هو ارى ايه بقى خدوا بالكو كده التعريف وظهر كوالكم شايفين كوالكم معالج كوالكم تمام طب في طرق تانية اه في طرق تانية ازاي تحدد المعالج يعني مسلا جهاز اه اي خمستاشر اه اي وان كي ده معالجات ميديا تيك في ناس كتير بتا اه يعني بتاخد الاسم وخلاص يعني مسلا انا مبحث على اي وان كي لا انا مش عايدك تمشي على الطريقة دي خالص طريقة دي غلط امشي على طريقتي هتستفاد اكتر ايه الطريقة الصح اللي انا اعرف المعالج بسرعة او اعرف الجهاز ده نوع ايه زي ما احنا متعودين ايام زمان كده كان فيه حاجة اسمها الرام بتاع الاجلسة النوكيا كان مسلا يقول لك نوكيا مسلا مية وعشرة مية وتلاتين مش عارف ايه ملكش يدعو بالارقام دي خالص كنا انا بنعمل بقى رأي ار ام وبقى اصلا تسعتاشر عشرين بنكتب الرقم ده بيجيب لنا الفلاشة الصحيح هو نفس الكلام انا ماشي عليه حتى الان في اجهزة اوبو اجهزة الاجهزة اللي احنا عارفينها زي حتى اجهزة الانفينيكس اه مسلا ما نفعش ايه نقطار اه عشرة مسلا انا ما ممشيش بالاسم انا بمشي بالموديل الموديل هو اكس ستمية وعشرة ستمية وخمسين ستمية وسبعين هو ده يجيب لك الفلاشة بالزبط ويجيب لك الجهاز نوع ايه وموديله ايه كمان تمام اه ازاي ما تعال نشوفه مع بعض نخش على موقع مثلا جوجل متصفح جوجل يعني تمام نفتح متصفح جوجل ونكتب مسلا كمثال اه اي حاجة احنا عايزينها نكتب مسلا اه سي بيو مسلا معالجات معالجات الكوالكم بتبقى بدايات سي بيو سي بي اتش اصدق اهو خد بالكو سي بي اتش خد بالكو اول لما افتحت الكتابة سي بي اتش ظهر لي موديلات كتير زي الناس بحثة يعني زيه تمام لو كتبت مسلا سبعتاشر ده ايه اف فايف مسلا الجهاز ده انا عارفه بالرقم بتاعه اف فايف تلاتة وعشرين مسلا خد بالكو بيظهر لي يظهر لي كل موديلات انا اللي انا عايزه في ايه في الليلة دي كلها اللي هو سي بيو شايفين اكتب سي بيو او اكتب اللي متلبس براحتك يعني ممكن تكتب كده وتكتب عايز تبقى اسرع يبقى سي بيو اللي هو المعالج اهو وراح ده اس انتر لو ضغطت هنا او ضغطت في اي موقع هيظهر اسم المعالج نضغط على اول موقع ونشوف هيظهر لنا ايه ننزل واحدة واحدة كده هيظهر لنا مسلا اف فايف تمام ننزل تحت شوية تاني هنلاقي المعالج موجود اهو زي ما زي ما انتم شايفين كده معالج ميديا تيك هيليو بي تلاتة وعشرين اهو ورقم المعالج اللي هو اه ام تي سبعة وستين تلاتة وستين تي تمام يبقى احنا كده عارفنا المعالج ده ايه من غير ما ان نوصله يعني معاك انت الجهاز قبل ما توصله على الكمبيوتر وانا عايز اعرف الموديل بتاعه ايه تمام قبل ما اشتغل فيه لو دخلت زي ما انا عملت كده هيحدد لك نوع المعالج تمام تبدأ تستخدم اي اداء بقى كانت اداء محمد ادت اه هفيدك اي ادا مهما كانت تستخدم المعالج ده عشان معظم الادوات الجديدة بتستخدم بتشتغل عن طريق المعالجات يعني قسم من المعالجات قسم قسم من المعالجات تمام فخليك في المعالج ركز في المعالج يعني اي جهاز ده معالج ميديا تيك معالج كوالكم بمستخدم اداة اه كوالكم. معالجات كيرين وبشوف اداة خاصة بمعالجات الكيرين. كده نفس الكلام. تمام? اه طبعا اه ناس كتير كلمتني برضو بيقولي افضل اداة ايه? اقدر استخدمها كفن مبتدئ. انصحك باداة انلوك تول هي افضل اداة حتى الاهي. تمام? اه طبعا اه نبحس بطريقة تانية برضو. نكتب مسلا لو مسلا ده احنا قلنا ده اجهزة الابو. تمام? لو كتبنا مسلا رم اكس ده خاص رلمي. ار ام اكس. اخدوا بالكو ده ار ام اكس ده ده خاصة بداية الار ام اكس ده ده اجهزة الريلمي. تابع شركة mange برضو. بس ايه? الموديل بيبقى مكتوب على ظهر الجهاز كده. مكتوب على ظهر الجهاز من خلف. يعني تعرف الموديل ازاي بيبقى مكتوب على ظهر الجهاز بخط اه رفيع كده. بتعرف منه المعالج تمام طبعا دلوقتي الكلام ممسوح يعني الكلام اللي في الظهر ممسوح زي ما احنا قلنا هنوصل الجهاز هو مغلق زر بقى تعالية الصوت وخفض الصوت وتوصل كابل USB طبعا الميديا تيك او توصله هو مغلق تمام او تضغط على زر تعالية الصوت او زر خفض الصوت زي ما هيزبط معك بس معظم الاجهزة الميديا تيك الجديدة زر تعالية الصوت وخفض الصوت والجهاز مغلق دي المعالجات الميديا تيك كبه لكم طبعا زير تعلية صوت وخفض الصوت لبعد الأجهزة وحيان تستيبوينت وعن طريق الريكافر تضغطها تلات مرات وتكون موسط الكابليو السفيد تمام لو افترضنا اخترنا الجهاز ده او الجهاز ده مثلا الجهاز ده اللي هو RMX 3263 طبعا هنا هزالك صور لو ضغطنا هنا هزالك برضو المعالج ايه خدوا بالكو كده او فتح معنا قسم ازل تحت كده ده ايه ده وايه الجهاز ده اسمه ايه ورقم ايه تعالي ننزل مع بعض طبعا بتزالك الاندرويد تمام ده هوت ريلمي خدوا بالكو C21 انا كده من عن طريق الموديل عرف تحدد اللي هو RMX 3263 حددت المعالج ايه اه جاب لي اسم الجهاز يعني جاب لي الجهاز اللي انا ببحث عليه وعرفته عن طريق الرقم هو ده اللي بتكلم عليه يا جماعة يبقى دلوقتي C21 طب C21 ده معالج بتاعه ايه خدوا بالكو كده ننزل واحدة واحدة اهو هنلاقي المعالج بتاعه ده المعالج ده لو ظهر لك ده المعالجات الجديدة ده معالج اه اس بي دي ده معالج اس بي دي تمام طبعا بيظهر لك مسمى تاني غير ده تمام اه اس بي دي او ممكن نظهر لك المسمى ده تمام ده المعالجات الاس بي دي الجديدة تمام اهو طب نرجع تاني احنا كنا بحسين اهو طب لو كتابة السي بي ايتش هزهر لي برضو خدوا لكم اهو هو اتمنى مغير ما اكتب سي بي ايتش يعني في بحث ظاهر بالسي بي ايتش قبل كده اهو لو نزلنا في اي موقع تاني ونكتب اه اسم الجهاز هنلاقي برضو مواقع كتيرة كاتبة عنه اهو نفس الكلام اهو تمام اس بي دي تمام دي شركة خاصة بالسي بي دي المعالجات الاس بي دي الجديدة تمام طب نشوف اي موقع تاني اهو ده موقع تاني ننزل تحت في موقع بي بي بكاتبة برضو اهو نفس الكلام يا جماعة نفس المعالج حتى كمان اتأكدت من كزا موقع اللي هو فعلا معالج اس بي دي عشان هو انت الان اللي هو يكون موقع مسلا مزيف وكاتب لك موديل غلط لا تمام طب نجرب اه نكتب موديل تاني ار ام اكس عشرين اربعين مسلا نكتب اختار اول موقع ننزل واحدة واحدة كده اول حاجة لازم تشوف ده ريلمي سيكس اي ريلمي سيكس اي تمام يبقى احنا كده عارفنا اسم الجهاز تمام طب المعالج بتاعه ايه بقى تعالى ننزل مع بعض واحدة واحدة كده اهو خد بالكو بقى ميديا تيك هليو جي تمانين وده رقم الموديل اللي هو ام تي سبعة وستين اه ستمائة اه تسعة وستين تي تمام يبقى ده معالج ميديا تيك المعالج بتاع الجهاز ده ميديا تيك وحددنا المعالج من عن طهر رقمه الار ام اكس عشرين اربعين تمام طب نجرب حاجة تانية كده تمام يبقى احنا كده عارفنا المعالج ده بتاعه ايه اه طبعا لو الجهاز ده برضو ار ام اكس اتنين وتلاتين واحدة وتلاتين وكتبنا هنا كده هزغلنا سيحداشر ريلمي سيحداشر تمام تقريبا ده معالج اس بي دي برضو نازل نتاكد برضو تاني اهو نفس الكلام معالج اس بي دي هو الرقم بتاعه اخد بالكو الناس بتبحث عن رقم بتاعه وما بتعرفش الناس اللي هي بيبقى عندها بوكس او دونجل سي امي تو ومش عارفة تختار تتخطي حساب جوجل ازاي او تفلش الجهاز ازاي عشان هي مش مختارة رقم البوت رقم البوت في اجهزة الاس بي دي بيبقى صعب جدا عن فنيين السوفتوير بمعنى يعني اجيلك جهاز هو معالج اس بي دي بس مش هيبوت معاك لازم تعرف المعالج بتاعه بصوا خدوا بالكو كده لو دخلنا على الموصفات هيزهر لك في بعض المواقع اسم الاس بي دي اللي هو الجديد تمام اه تمام ده طبعا اه وجنبه ده رقم المعالج الرقم اللي بيخلي الجهاز يبوت معاك ده رقم المعالج لو انت اخترت اللي رقم المعالج ده صح اللي هو اس اه سي تمانية وستسعين تلاتة وستين ايه تمام هتقدر تتخطى حساب جوجل تيرت تفلش الجهاز تيرت تعمل اي عمل انت عايزة لو اخترت الجهاز ده تمام طبعا اسناء استخدام الادوات طبعا اه بيقول لك انت توصل الجهاز ازاي عشان ما توصلش غلط يعني في اجهزة في موديلات بتحتاج ان انت تتوصل الجهاز هو مغلق بس في موديلات بتحتاج ان انت تضغط على زر تعالية الصوت بس في اجهزة بتوصل الجهاز وزر خفض الصوت وزر تعالية الصوت مع بعض بمعنى لو انا عكست غير كده هلاقي الجهاز زر لي خطأ هفتكر الاداة مش راضي الاداة نفسها مش راضي تبوت معي او الدونجل ده مش قابل عالجهاز لا كلاما غير صحيح المشكلة بتبقى من عندك انت اللي انت تغط حاجة اه اه عن طريق مسلا هي اما طلبين منك اللي انت توصل الجهاز هو مغلق بس وانت تغطى الزر تعالية الصوت انت كده لغيت العملية عملت قطأ في الجهاز مش هيخلي الجهاز يبوت او هيفصل تمام يفصل يعني مش هيبوت معك مش هيقطع لا هيفصل اللي هو مش هيقبل معك تمام طو في الحلقة دي لازم اتأكد الاداة طلبة من ايه اوصل الجهاز هو مغلق موجب مع سالب يعني زي راتعني الصوت وخفض الصوت مع بعض ولا ايه الدنيا ولا مغلق ولا اوف يعني الجهاز يبوت مقفول بس زي ما اطلوب هتعمله تمام طب نرجع مع بعض تاني اهو 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 بقى زي ما انا قلت طبعا هنكتب اي موديل كده عشوائي زي ما احنا بنكتب كده اه طبعا بيبقى اوله اكس اكس ستمية وخمسة اكس ستمية وتمانين ستمية وخمسة زي ما احنا عايزين هيظهر لنا هنا يعني ايه الكلام ده يعني ستمية وخمسين انا معرفش الجهاز الرقم ده مكتوب على ظهر الجهاز او على البطارية من خلف الجهاز انا بس انا معرفش تمام الجهاز ده اه طبع يعني اسمه ايه او موديله ايه او معالج ايه اهو نفس الكلام برض اهو لازم ما اجيش اكتب هوت ستة او ستة عشرة وخلاص لا انا كده اماشي صح امشي برقم المعالج اه رقم الموديل تمام اللي هو ده ستمية وعشرة تمام هننزل تحت كده اهو مواصفات موبايل انفينيكس اكس ستمية وخمسين سي هوت تمانية يبقى الجهاز ده ايه هوت تمانية حلو الكلام هنضغط عليه كده ننزل طبعا في مواقع بيبقى ظهرة فيها المعالج وفيه اجهزة موقع مش ظهر ده موقع بيع فممكن ما يظهرش المعالج بس هنتأكد برضو ممكن يكون موجود في المعالج بيظهر طبعا الزاكرة والرماية وكل حاجة اهو فانت ما تفتكرش اهو الشريحة العلامة التجارية الشريحة ميدياتيك طب برضو نتأكد تاني يعني ده معالج او ما نفس الكلام معالج ميدياتيك نظام التشغيل هو المعالج البتاع الجهاز يعني ده ميدياتيك خلاص طب نتأكد ازاي نعمل حاجة جميلة نجد سي بي اتش نتأكد او نكتب موصفات تمام ننزل تحت موصفات لو مظهر لكش في المحرك البحث اهو نخش على اي موقع تاني ونجرب الموقع كتير اهو تمام الموقع ده ممتاز اهو خد بالكو ميدياتيك هليو بي اتنين وعشرين انفليكس هو التمانية حلو الكلام ده معالج ميدياتيك خلاص يبقى ابدأ استخدم اي اداة آآ ميدياتيك قادرة تخطأ الجهاز تمام طب آآ نختار مسلا ده كده عرفنا اللي طريقة البحث عن طريق الانفليكس طب مسلا اجهزة الهواوي مسلا آآ بيبقى الا واحد وعشرين مسلا ده واي تسعة مسلا بس هنتأكد اهو واي تسعة الفين وتسعة عشر قد بالكو ده بي مكتوب على ظهر الجهاز طب اجهزة الهواوي لو كتابة ممسوح اعمل ايه هتضغط على زر خفض الصوت وتوصل كابل ويس بي وجهاز مغلق وعن طريق اي اداة زي اداة حلبتك او اي اداة بتعمل انفو عن طريق الفاست بوت هتقدر تاخد قراءة لبيانات بتاعت الجهاز. تمام? زر خفض الصوت وتوصل كابل ويس بي بس. كده ادخلك فوضعية الفاست بوت. تمام. ننزل تحت. هلاقي مواقع كتير. طب انا عايز انجز يعني اكتب الموديل بسرعة. وعايز تعرف برضو نفس الكلام عشان اي جهاز هتكتب مسلا اسم الموديل زي ما انا بكتب كده ان كان بقى هواوي سامسونج اي حاجة الموديل زي ما احنا بنكتبه كده. وجمه كلمة او هتلاقي اصلا ظهرت لك تمام? عايز تبحس على الفا ربيه هتكتب الفا ربيه. عايز تبحس على المعالج عايز تبحس على تبحس اي حاجة هتلاقي نفس الكلام. تمام? عايز تبحس على طريقة تخطي عن طريق الدونجل هتكتب مسلا موديل وجنبه ميركل. آآ جنبه آآ تمام? زي ما مكتوب مسلا كده بالزبط. تمام? هنكتب اهو ده المعالج. هنلاقي المعالج ظهر سبعمية وعشرة. حلو الكلام. طب سبعمية وعشرة هستخدم ادائه. طبعا معظم الادوات حاليا اللي هي بتدعي معالجات آآ سبعمية وعشرة غير مدعوم آآ على الادوات اللي هي نستخدمها. غير الادوات المدفوعة فقط. يعني اداة آآ 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 دعمه الاف تي دعمه دونجل اف تي دعمه آآ برامج كتيرة دعمه بس برامج المدفوعة. تمام? طب آآ حاجة موجودة تلوقتي بشكل مجاني ما فيش طبعا حاجة دعمه سبعمية وعشرة. تمام? حتى اداة تي اف تي اعمل لك تجريبة هي لسه مشتغلتش. يعني مش مش شغال. تمام? اي معالج آآ آآ موجود على تي اف تي مكتوب تست يعني تجريبة مش شغال. تمام? فسبعمية وعشرة على الادوات المدفوعة. تمام? ببقى احنا كده عرفنا المعالج ايه? طب اه اخترنا مسلا آآ آآ واي سيفن الفين ساعتاشر بس اي مش فاكر كالموديل له ايه? بيبقى دي ان. اه دي ال ان. مسلا اي معالج كده احنا بنجرب عشوائي يعني. مش عارف هيزهر معانا يا لأ. لأ. آآ واي بس خط بالكو لو كتبنا واي سيفن ده مش فاكر رقم بايه? بس هتلاقي هوريك بس الرقم اللي اصفد عليه. واي سيفن الفين وتسعة عاشر. لو دخلنا عشان نعرف برضو بتاعه لو كتبنا واي سيفن الفين ساعتاشر تستبويند. ودخلنا على محرك البحث الصور هزال لنا صورة التستبويند. اهو. اللي هو دي يو بي. اهو. خدوا بالكو. ده اللي انا باتكلم عليها نبحث على الاسم ده. دي يو بي. طبعا انت لو بتعمل انف هتعرف دي يو بي اللي واحد اللي واحد. اهو. نرجع تاني بقى. اهو. ازاي اعرف بقى المعالج? بسيبك بقى الموايس سيفن احنا متعودين عنه مكتبه زي ما انا كتبتاها كده. عشان كنت مش فاكر الرقم. تمام? طب انا ليه مش فاكر الرقم? انا لو معي الجهاز هعمل انفو فاست بوت هتأكل من المدير بالزبط. تمام? طب اكتب. اه مسلا مواصفات. مواصفات. تمام? هنا كتبنا ايه مية وخمس اف. ظهر اول موقع. نجرب الموقع ده نشوف هيا صار الاسم المعالج ولا? طبعا اجهزة سامسونج فانت مش بحتاج دي ان انت تبحس عن المعالج بتاعها بيبقى مكتوب في المواصفات. تمام? او اه كده كده في اه اه الاجهزة الميديا تيك بتبقى معروفة برضو. اللي هي اجهزة الجديدة. بس برضو احنا لازم نعرف المعالج. تمام? طبعا بيبقى في مواقع كتبة وفي مواقع مش كتبة. يعني سعر مواصفات ايه عشرة ماشي مفيش مشكلة نخش عليها. موقع زي ده كده. طبعا مواقع كتير هتجرب اي موقع وتبحس على المعالج. خد بالكوا كده. ننزل واحدة واحدة ونشوف المعالج. طبعا في اه مواقع بتبقى كتبة المعالج. وفي مواقع بتبقى كتبة المواصفات بس مش كتبة المعالج. ده كرت الشاشة. اهو. النوع المعالج اكتونس. تمام? ده اكتونس. تمام. يعني مش معالج ميديا تيك. طب ايه عشرة اس بقى. نتأكد موديله كام? هنلاقي معالج ميديا تيك. اللي ايه في ايه عشرة عادي. ده معالج اكتونس. ده بتفلش عن طريق الفلاشات الاربع ملفات. بس اه تخطي عن طريق بقى ايه. ان اه صغرة النقص او عن طريق اه لو مكالمة الطوارق شغالة ما فيش مشكلة. لو مش شغالة طبعا اه مش هتطر تعمله سيلبر. مسلا يعني. تمام? اه ايه عشرة اس نكتب انا مش فاكر رقم وكام. ايه? ايه عشرة اس. تمام? نكتب كده. هنشوف الموديل بتاعه ايه? اخد بالكوا اول ما كتبت ايه عشرة اس ظهر معالج ميديا تيك. هليو بي عشرين. بس احنا عايزين نعرف رقمه بالزبط. ده بيبقى مكتوب على ظهر الجهاز. مية وسبعة. ايوة هو ده اللي نبحث عليه. بيبقى مكتوب على ظهر الجهاز او من الكفر. ايه? مية وسبعة. اف. وحتى الظهر تستبوينت. طبعا هو ما لهوش تستبوينت اصلا. تقريبا. اهو. لو ضغطنا هنا كده. نضغط. نشوف المعالج. اهو. مواقع كتير يا جماعة. هتظهركم المعالج. معالج ميديا تيك. ايه? سبعة وستين اتنون وستين. معالج ميديا تيك. تمام. يبقى ده معالج ميديا تيك. عن طريق بقى الودن الاسلامي عن طريق اي اداة بتدعم الايه عشرة? في وضع الميتة مودة في وضع اي وضعية. عشان تخطى الحساب او بتفلش او تعمل اي عملية. بس طبعا لو الجهاز شغال انت بتفلشه بالفلاشة اللي هي الرسمية بتاعت جهاز اه بتاعت شركة سامسونج. هتدخله في وضع الدواء المود وتفلشه. بس في التخطي والحاجات دي ممكن الجهاز هو مغلق عشان ده معالج ميديا تيك. عشان اسمة لغباتش تبتكره معالج ميديا تيك تبقى ليش هو مغلق عشان تبقى عارف. احنا بتتكلم في التخطي الحمايات بس. اللي هو تخطي حساب كوجل والتكلم اللي احنا عارفينه ده. تمام? اه طبعا لو في اجهزة اندرويد تانية. تمام زي التابات والحاجات دي في تابات كده الاجهزة الصيني بيزهر لك اندرويد. يعني التعريق نوما توصله هو مغلق او هو شغل بيزهر لك اندرويد. عن طريق بقى اللي انت في ادوات شرحتها قبل كده. في وضعية تمام? بتفعل بتاع الجهاز. تمام? وتقطع يعني هو اصلا معظم التابات اللي هي الصيني اللي هي الصغيرة دي. بتبقى مفعالة لل ادي بي اوتوماتيك. انت بس عن طريق اداية بتضغط عليها. بتجيلك نستهل على التاب. بتده سماح. بتقطع التاب. يعني معظم التابات اللي هي الصيني الاديمة. تمام? بتاعت الاطفال دي. بيزهر لك في التوصيل. بيزهر لك اللي هو معالج آآ آآ اندرويد بس. تمام? مش معالج ميديا تيك يعني. عشان اس ما تلقبطش. آآ معظم التابات ما بيزهرش بيزهر النظام اندرويد. آآ طبعا في تابات بتفعلش عن طريق سيمتو. آآ معالجات آآ غير الميديا تيك. معالجات غير الكوالكم. معالجات غير الكرين. تمام? آآ شرحتها قبل كده. تمام? يبقى هو زي ما انتم شايفين بيزهر التعريف هنا او يزهر لك التعريف الادي بيه فوق هنا كده. تمام? فتعريفات كتير آآ بس الفكرة كلها يا جماعة زي ما انا قلت لازم تكون مثبت التعريفات وتكون منزل ويندوز عشر اربعة وستين. هتنزل ويندوز سيفن هتلاقي في اخطاء. هتنزل ويندوز زي تمانية هتلاقي في مشاكل. نزل ويندوز عشر اربعة وستين نسخة سبت التعريفات انا شرح عندكم في القناة. تمام? تعريفات شاملة كنت شرحة بالترتيب كده. هتثبتها كلها بتعريفات النوكيا بتعريفت كل حاجة موجودة عندكم في رابط مباشر. آآ هحطو لكم برضو اسفل فيديو. تمام? الناس اللي هي ما خدتش بالها من الفيديو ده يعني. ورابط الاداة اللي انا شرحتها لها بتعرف المعالج برضو. بس طبعا ما اعتمدش عليها آآ يعني اعتماد كلي. الافضل حاجة زي ما انا عملت كده بقية الشرح. تمام? او من خلال التعريف من هنا كده باعرف الجهاز ووصله مغلق واتأكده خلاص سبك من الاداة دي. على استخدام الادي ما فيش مشكلة برضو. لو ايه? آآ لو دعم بعض المعالجات. هي ممكن تقرأ معك ميديا تكترك بس بعض المعالجات ممكن ما تعرفش يعني مش هتعرف لك المعالجات كلها يعني هي دي الفكرة. تمام? عشان الناس ما تعتمدش عليها. طبعا الشرح النهاردة كان شرح مبسط آآ معلش طولت في الشرح بس عشان تستفادوا. ازاي نحدد نوع المعالج او نعرف المعالج ازاي او نعرف المعالج الاس بي دي. نحدد رقم المعالج بتاعه ازاي عشان نقدر نختاره في الادوات ونتخطأ اي عملية احنا عايزين. فالشرح مبسط النهاردة. وزي ما احنا قلنا قبل كده لو انت اول مرة تخش القناة ما تسلساش تعمل شير للقناة وادفع الزر الجرس واعمل شير لاصحابك عشان غيرك تستفاد وانساش تدعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.